هكذا احتفل أهالي المحتجزين بإطلاق صراح أبنائهم المحتجزين من الطرفين لدى قوة الردع الخاصة بسوق الجمعة والقوة التي يقودها بشير البوغرا في بلدية تجورة بعد توقيع اتفاق بين الطرفين حضره ممثل البلديتين من الأعيان ولجان المصالحة الاتفاق ينص على جبر الضرر وتعويض أهالي الضحايا في الاشباكات التي عرفت بأحداث مطار معتيقة في يناير 2018 ومات لها من عمليات القبض على الهوية من الجانبين تم بحمد الله وعونه بثنفيذ بنود الاتفاق وذلك بجبر الضرر الذي وقع على أسر الضحايا والإفراج على جميع المحتجزين والتأكيد على المضي قدما على حفظ الأمن والسلم بالعاصمة وحلحالة جميع المشاكل اتفاق قال عنه وكيل بلدية سوق الجمعة رياض برام في تصريح لليب الأحرار أنه سيشمل كل العوائق والخلافات بين البلديتين وسيكون بمثابة مثاق شرف يعزز الثقة والأخوة بين الجارتين وتأتي هذه الاتفاقات والمصالحات بين بلديتين تجور وسوق الجمعة ضمن تعزيز التقارب بين كافة البلديات داخل العاصمة وتوحيد الجهود فيما بينها وسط ما تمر به من أزمات على المستوى المعيشي والخدمي ترجمة نانسي قنقر